هل ختان الإناث علاقة بعفة الفتاة؟ لا الحقيقة خالص 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 هي مسألة ختان الإناث هي مجرد عادة وعادة كريهة جدا ويعني وهي ما هو إلا استقصال عضو عامل في جسد الفتاة هي ما عملتش أي حاجة ما عملتش أي جريمة علشان تتعاقب العقاب البشع ده وبيأثر عليها نفسيا حتى بمستقبلين أكتر منه جنسيا بمعنى أنه حتى السيدات المختتنات عندهم طريقة ومنشرحها بسهولة ربما تكون فيها اختلاف طفيف لكن لا تؤثر على استقمتعها مع زوجها ولكن ربما أنها التأثير النفسي بيبقى أكبر وربما يمنعها في بعض السيدات يمنعهم أساسا خالص هذا التأثير النفسي أن هم يقدروا يقوموا بالعلاقة الحميمة بعد الزواج مش بس كده وخليني برضو هنا أرفق قصة حقيقية برضو شفتها في العيادة في زوجة جات لي وهي عمرها مش صغيرة كانتها حوالي 52 سنة بس كانت شكلها لطيف جدا واخد بالها من روحها قوي وأمورها قوي قوي وبتقولي أن هي بتكره هذه العلاقة علشان يعني مع أنها جات من طبقة أرستقراطية ولكن في الجيل ده كان حتى طبقة أرستقراطية بيقوموا بهذه العملية للفتيات فبتقولي أن هي بتكره العلاقة من جراء اليوم اللي حصل لها في الختام مع أنك اللي عندها 9 سنين أو 10 سنين وقيتلي حاجة كمان الحقيقة واجعت قلبي شوي قيتلي أنا بكره أمي لأن هي اللي ودتني بأدها أعمل العملية دي ودلوقتي أمي ست جبيرة جدا وأنا بروح لها وأنا بس مدفوعة فقط بالواجب بتعبر الولدين لكن أنا من جوايا عمرها أمي كان ليها مكان في قلبي بمعنى تعلق الأم البنت بأمها لمجرد أن هي كان ليها حاسيت أن هي ارتكبت جريمة في حقي أنها خلتني أتعرض لحاجة زي دي فبنقول برضو يا ريت الأمهات يسمعونا والآباء يسمعونا وبرضو حاجة تانية حتى تهالي واحدة كنت بتشتغل معي في العيادة قالت لي أن هي مش عايزة تختم بنتها ولكن حمتها من الصعيد ومصرة وبتقول لها دي لو جات تتجاوز البنت هيتقال عليها أن هي مش كويسة لو العريس لقاها غير مخطنة فأرجوكم يعني خلوا بقى كل واحد يربي أولاد وأحنا بنطور فيريد برضو تما تحسنيني الموضوع دكتور بشكل علمي ختان الإناز يؤثر لا يؤثر على الصحة الجنسية للفتاة لا لا يؤثر لا يؤثر بمعنى أن هي هل قادرة إذا كنت عايزة بس عشان أفسر السؤال أكتر لو مثلا بمعنى أنه هو بيؤثر على قدرتها قدرتها على الوصول إلى المتعة الكاملة ما بيأثرش ممكن تصل لمتعة الكاملة لكن هل بقى بنفس السهولة أو السلاسة أو بنفس السياق بتاع الغير مخطنة لا فيه شوية تغيير في النمط أطباء متخصصين قالوا أن إزالة جزء من العضو التناسولي للمرأة بيؤثر على الاستمتاع الجنسي لديها بل بالعكس بعضهم يصاب بالبرود نتيجة زيك هل ده صحيح أم غير صحيح؟ نفسيا وليس جنسيا نفسيا وليس عضويا أنا أعترض على أنه هو هيؤثر جسديا أو عضويا لكن أنا أوافق تمام أنه هو هيؤثر نفسيا عند بعض النساء اللي هم شديد الحساسية من اللي حصل في الماضي بالنسبة للموضوع ده إذن أنت مع تجريم فكرة الختان للمرأة وخليني برضو أضيف شيء هنا يا دكتور عامر أنه خلينا نفكر يعني ولعيزه بالله البغاية وبنات الليل يعني بيجوا من مستوى اجتماعي كلهم بيختم لبناتهم وده ما منعهمش أنه هم ما يمتهنوا المهنة الغير شريفة دي علشان كده بنقول أنه هو هل ختان الاناس علاقة بعفة الفتاة؟ لا هو ملوش علاقة بعفة الفتاة ولكن له علاقة بصحتها النفسية بصاقتها في نفسها قدرتها على الإقدام على علاقة حميمية بدون أن تشعر أن هناك نقص فيها في حاجات ربما تكون أكتر من أنها تمنعها من الاستمتاع جسديا أنها لما تبص مثلا لزوجها وتلاقيه ربما يكون متضايق لأي سبب آخر دايما هتعزي الموضوع إلى أنها في نقص عندها وده برضو شفته كتير على مستوى المهنة